اهلا بحضراتكم من جديد وحلقة جديدة من حلقات الاهلي خطة احمر طبعا لا صوت يعرف فوق صوت نصف نهاء دوري ابطال افريقيا لكن اسمحوا الاول رحب بفارس والرحب بمشاهد القناة الاهلي اهلا بك يا فارس اهلا بك يا احمد وان شاء الله حلقة تكون على قدر توقعات الناس وانتظارهم حلقة مختلفة باذن الله هنقدم فيها حاجات كتير جدا من اللي الجمهور مستنية انا قلت لهم خلاص سيبي الموبايل وقت الجد جا هتركزوا معانا في حلقة مختلفة طبعا حلقة بعين تانية طبعا لا جديد يذكر ولا قديم يعاد النادي الاهلي كالعادة بيلعب باسم النادي الاهلي بصفات النادي الاهلي بسمات البطل وبشخصية مختلفة جدا حتى لو البعض حاول يقرن اسم النادي الاهلي مع بعض الاندية الاخرى احنا دايما بالتاريخ وبالحاضر وبالمواقف بنسبة ان النادي الاهلي مختلف عن الاخرين طبعا نتيجة تعادل امام بيرامدز النادي الاهلي بطل الدوري تقريبا من شهرين سبع اسابيع كالعادة وبرضو النادي الاهلي بيتحكم في مصير وصيف البطل طبعا لعب النادي الاهلي كلام كتير اتقال يا فارس في النقطة دي قبل المباراة وبعد المباراة ولكن الجميع اتفق ان النادي الاهلي بيلعب للمكسب اي مباراة حتى لو كانت مباراة قبل نصف نهائي حتى لو انت ضامن الدوري حتى لو انت ممكن تعمل روتيرشان باللعبين ولكن نزل للنادي الاهلي وتعرض لموقف طرد عمر السلاف في نهاية الشوت الاول او قبل نهاية الشوت الاول ولعب النادي الاهلي مباراة قوية جدا كان اقرب كمال الفوس لعبنا أحمد بسماتنا بسمات النادي الأهلي بشخصية النادي الأهلي كمان جمهور حس ان فيه روح ودي اللي بتفرق كتير جدا مع جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي ما كانش منتظر من المباراة دي فاكرة ان انا حكسب برامز عشان خطر نتائج ومواجهات لا 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 انت محتاج تطمن ان الفريق بيلعب باسرار فريق بيلعب بروح كل لعب الأهلي في المعاد وفعلا انا عايز اخص بالذكر ديانج مباراة انت عارف ديانج لا وما كان في قلق استثنائية ولكن عمل مباراة تكتب في تاريخ أليو ديانج عشرين استخلاص للكرة ومباراة فيها مجهود رهيب جدا ان شاء النص الملعب فيه وكل اللاعبين ساعدوه برضو ان هو يظهر بالمستوى ده ان شاء الله دي يكون مقدمة للانت في الموسم ده ديانج هو اعلى لاعب محاولات او مراوغات نجحة في فريق النادي الأهلي بالكامل صحيح او نجحة لديانج وده رقم كبير جدا على لاعب المفروض بيلعب مركز ستة ومركز تمانية فبالتالي يعمل موسم كويس جدا ربنا طبعا يوفق كل اللاعبين في المباراة القادمة